كل عام تب خير وعيد أصحى مبارك عليكم وإن شاء الله ينعاد عليكم بالسعادة والمحبة لكل من يتابع غلاط مختار تك فاليوم رح نحكي لكم شوية عن تسريبات شبه مؤكدة عن سلسلة الام سامسونج تحاول أنه تغير من سلسلة الام وسلسلة الاي ممكن يكون دخولها ومنافستها للسوق الهندي والسوق الصيني بهواتف رح تكون بمعالجات من سناب دراجون أو ممكن رح تستمر مع الاكسنوز في سلسلة أو بدايات سلسلة الام وبدايات سلسلة الاي ولكن بنهاية المطاف مثل الام تسعين اليوم رح نحكي عنه أو حتى الاي تسعين لأن الرمز اللي ظاهر حاليا ومسرب ارت ستة يشير إلى ممكن يكون هو تابع لطراز الاس ام ام تسعين فايف اف واللي هو يكون طراز خاص بسلسلة او فئة الام من ناحية غالكسي وبالتالي شنو التسريبات اللي ظهرت ومجموعة هذه التسريبات جبعا تلقم اياها وهي بداية اولا من ناحية التصميم فاذا كانوا من سلسلة الام فسلسلة الام معروفة انه دائما يكون الغطاء البلاستيك الخلفي وازجاجه الامامي وسماكة الهاتف اللي رح نتحدث عنه ليش سماكة الهاتف رح نحكي بيها ببعض المواصفات فالواجه الامامي رح تكون ممكن مشابه للام اربعين الاخير اللي يكون مع الفتحة اللي موجودة على الجهة اليسراء اللي تحمل كاميرا 32 ميجا بيكسل على هذه التسريبات والكاميرات الثلاثية العمودية الخلفية ولكن هنا التغيير ممكن نسوي سامسونج مع سلسلة الام وهذا الشيء السبعدة حاليا ولكن اللي نفترض انه محطت لنا مستشعرها اللي هو 64 ميجا بيكسل واللي حاليا سيكون مع سلسلة الريلمي واللي ظهرت ايضا اليوم كان مؤتمر خاص بعرض ما تقدم ال64 في كاميرات الريلمي تحديدا فبالتالي اذا كان 64 ميجا والالترا وايد الاثمانية المعروفة والاتلاد والخمسة والاثنين المخصص العزل هذا الشيء طبيعي المستشعر البصمة رح يستمر بالخلف يعني ما رح يكون بالشاشة لانه هذه البصمة بالشاشة رح تكون خاصة بسلسلة الاي وفصاعدا بالاضافة الى مسألة المعالج فهنان المعالج رح تستخدم الشركة هو من سنان دراغن 730 مصنوع من تقلية 8 ليلومتر ليش على غرار ان امرو اي 40 كان مصنوع وكان يجي جايب مع سنوه والسبعين من سنان دراغن فراح يكون التغيير بالمعالج 800-730 اضافة الى الشاشة رح تكون بحجم 6.4 او 6.5 انج يعني مع الدقة الفول اي جدي ولكن من ذكرت بالتسريبات نوع الشاشة هل تكون هي اموليد انا باعتقاد الام ما رح يقدم لك اموليد فبالتالي رح تستمر مع سلسلة الال سي دي او شاشات الال سي دي ولكن ما نعرف بعد ان هي اي بي اس او ال تي بي اس بالاضافة الى امر مهم هو مسألة البطارية فظهرت صور مؤخرا عن بطارية او شكل بطارية تحمل طراز يكون مقارب للطراز اللي اللي نتحدث عنه هو الام تسعين فبالتالي هي كانت بحجم 6.000 ميلي ام وهذا الشي اعتقد في سلسلة الام باعتبار انه شفنا ال5000 ميلي ام على حد هواتف هذه الفئة الجديدة فال6000 ميلي ام شن اللي يخلاني انه اوجهه الى سلسلة الام هذا التحليل الشخصي التقني وهو انه نعرف سلسلة الام عامة تكون سلسلة سميكة وسمك هذا الهاتف يعتبر انه البطارية تكون ايضا سميكة فمقارنة بالبطارية الظاهرة امامنا راح تشوف سماكتها وقصرها وهي تدل على انه ممكن الاتقاد الشخصي راح تكون هي خاصة بالام تسعين على اعتبار انه اخر سلسلة الام ويجيبها من بعض بطارية 6000 ميلي ام لكن انتظر الشحن المرفق هل يكون 15 واط ما اعتقد 15 واط يعني اذا كان شاشة اي صي دي و 15 واط مشكلة جدا شبيرة يعني اما من ناحية سلسلة ال اي فهل هو كان ال اي 90 ما اعتقد هذا الشي يعني كل هال المواصفات اللي مذكورة حاليا وهي عبارة عن تسريبات حبية تذكورها لكم فبالنهاية حلقتنا هذا اليوم بشكل سريع وكل عام ونتم بخير مرة ثانية لستشترك بالقناة فعل زر الجرس لمزيد مجاتي قادمة من مختار تيك سورب